فارون من الموت قتلا إلى الموت جوعا واقع تلخصه أوضاع النازحين اليمنيين في مخيمات النزوح المنتشرة في محافظات عدن ولحج وتعز وإب هنا في مخيم السلام بمحافظة إب سلسلة من المعاناة لا حدود لها تواجهها آلاف الأسر النازحة من محافظة الحديدة ومحافظات أخرى حيث يفتقر النازحون هناك إلى أبسط مقويمات الحياة الطبيعية بعد أن دفعت الحرب في البلاد آلاف الأسر هناك إلى خوض حرب أخرى بحثا عن الماء والغذاء على أرصفة الجوع مشاهد كثيرة تحكي وضع النازحين الفارين من جحيم الحرب إلى جحيم المعاناة وهو وضع يتفاقم كل يوم مع ازدياد عدد الأسر النازحة خصوصا بعد تقرير للأمم المتحدة تحدث عن نزوح أكثر من ألف أسرة من الحديدة إلى محافظتي عدن ولحج خلال أسبوع التقرير أشار أيضا إلى أنه خلال الفترة منذ بداية سبتمبر وحتى السادس من سبتمبر الجاري نزحت أربعمائة وإحدى وأربعون عائلة إلى العاصمة المؤقتة عدن وخمسمائة وست عشرة عائلة إلى مديريتي القبيطة والحوطة بمحافظة لحج بسبب المعارك في بعض المناطق وخاصة الدريهمي ورغم تفاقم معاناة النازحين في المناطق المحررة إلا أن صنط الحكومة تجاه ذلك يطرح تساؤلات عدة عن أسباب فشلها في إدارة الملف الإنساني المهم الذي ينعكس بدوره على صورة الشرعية ككل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر